حافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية على معدل الفائدة القياسي عند 3.5% من أجل التعامل مع التباطئ الاقتصادي وفي اجتماع السياسات النقدية الذي عقده البنك المركزي الكوري اليوم الخميس قرر البنك تجميد معدل الفائدة الرئيسي منهياً بذلك اتجاه رفع معدل الفائدة الذي استمر لمدة 17 شهراً منذ شهر أغسطس من عام 2021 وخلال تلك الفترة رفع البنك المركزي الكوري معدل الفائدة عشر مرات بما في ذلك سبع زيادات متتالية بزيادة إجمالية بلغت ثلاث نقاط مئوية وجاء قرار اليوم الخميس وسط تصاعد المخاوف من الركود الاقتصادي وسط المؤشرات الاقتصادية السلبية وقد انكمش الاقتصاد الكوري في الربع الأخير من العام الماضي للمرة الأولى منذ عامين ونصف وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 من 10 بالمئة عن الربع السابق ويخشى أن يستمر الانكماش حتى الربع الأول من هذا العام بسبب تباطؤ الصادرات من ناحية أخرى انخفض مؤشر ثقة المستهلك بنصف نقطة مئوية على أساس شهري إلى 90 نقطة